والنهاردة الاهلي كسب جز المحل كسب جز المحل بس لسه في تحفوزات بس مولا ازاي لسه في تحفوزات كثيرة على اداء النادي الاهلي على الفاكرة مش ما تكلم على المباراة دي ولا اللي فاتت ولا اللي قابلها ما تكلم على فترة طويلة الاهلي لسه مش مقنع بنسبة ما في المال بص كيمو في حاجات في النادي الاهلي كنا زمان بنقول ان طريقة واثنين وثلاثة واربعة نقدر نغيرهم في الملعب بالعيب واحد عن طريق الربط ما بينه وما بين المدير الفان كنا بنشوف في الفايلر انه بيهاجم ومش ماعتمد على اي حتة عشان ما امن الحتة الدفاعية تلواتي النادي الاهلي كنا بنتكلم في الفصل ما بقاش في حد خايف ما بقاش في حد خايف يهاجم النادي الاهلي يعني يمكن انا وكريم بنتكلم النهاردة المحل مصطفى عبدو دخل في الجيم هاجم النادي الاهلي تلات لعيبة تلات فرودة بس وانت بتهاجم ما بتأمنش نص ملعبك والليلتزام في خط الظهر اي امكان يعني اصد فيه فرق بعض الفرق ما تقدرش يديه كل اللي انت عايزه بالزبط طب انا هقول لك العاية الستاشر دي لأ التمن دقاية الاخر بالوقت البدل ضايع اللي عمله النادي الاهلي ليه ما بيتعملش التسعين دي اكيدا اي فا ليه مش التسعين دي انا بضغط بضغط من هيوصل بيه الضغط ان انا اغلط فالغلط هيفتح لي طلاصم معينة خليني هاجم واجيب جون يعني النهاردة مين يصدق ان السروباص اللي معمول من زياد طريق المحمد شريف من العم في الوقت ده بالزبط التمركز مش موجود من لعبة الغازل تغيير اتجاه الكورة ان شريف فرود اه فرود بيغير اتجاه الكورة وهو مقتنع ان هو واقف حوالين الصندوق بالزبط يعني انا هغير اتجاهها تبقى في حدود الصندوق كورة السلية كورة رامي ربيعة كورة حسام حسن كورة السلية تاني بدماغه فيه كام حاجة كورة صلاح محسن طب ما هو العرضة هنقول الاهلي ضيع خمس اهداف امر الواقع بيقول بعد الاسكور طلعت ايه واحد واحد خسرت اتنين بونت دخلت في الجيم تاني زي بالزبط كورة ناتزة مالك انت جبت الجيم في الوقت اللي انت رجعتلي تخرجتني من العينها المركزة شلت امبوبت الاكسجين ورجعتني الاصل تاني صحيح بص انا بقولك السيناريو اللي انا شايفه ده بيحصل الزمالك بيلعب بيكسب بيسبب مشكلة لنا دل اهلي فان الاهلي بيلعب على ضغط اننا لازم اكسب عشان المسافات اللي ما بيني وما بين النقاط الموجودة وبسمع برضو في الراديو او حد من اللي موجودين بيقولي مباراة برمز حصل فيها ايه هتفضل كده كتير مزاي زمان المسافة 11 بنت و 12 بنت لا خلاص كله خلاص اللي اكتكسب 3 و 4 و 5 مش هتلاقيها جديد صحيح الاهلي النهاردة كابتن كريم لا مباراة زي ما كابتن عامل قال في فرص ضيعة صح بس برضو فيه اخطاء كثيرة في الدفاع والاخطاء اللي في الدفاع النادي لا تحسها شبه اخطاء الدفاع النادي الزمالك يعني فيه دايما اخطاء تبدو انا معي اتنم مدفعين كبار اخطاء انت لما بتفرج كمشاهد مش لعيب كورة تقول للاخطاء دي ازاي تحسن مدفعين بيلعبوا في الاهلي والزمالك النهاردة الاخطاء في الاهلي سهل جدا كل اللاعبين او اي منافس زي ما انت قولت وكابتن عامل قال حتى لو من نفسين ممكن يبقى أعلم انك في الامكانات يوصلوا لمرمى النادي الاهلي والزمالك كمان وبسهولة جدا بسهولة صحيح يمكن موقف الاهلي من زمان جدا تحسنوا قريب من زمانك فرقة منهاكة انا شايف بدنيا بدنيا طبعا بدنيا بس قبل ما يكون بدنيا نفسيا انا شايف برضو رعبت النادي الاهلي لسه برضو المباراة النهائي بتاعة الوداد واخد منهم كتير قوي